هي رفعة هي ألفة ومودة ومهارة فيها المكارم تنشر طوبى لمن كان بسم الله الرحمن الرحيم أحمد ربي وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بحديه أحبتي أحييكم بتحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقا ما أجمل الحديث على القرآن في شهر القرآن الشهر الذي قال الله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إنه الكتاب الخالد والكلام المعجز والآية الربانية التي تحدى الله جل وعلا بها البشر أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فلم يستطيعوا فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك إنه كلام الله جل في علاه والسؤال الكبير كيف نعيش مع القرآن ونفهم معانيه ونحقق مراد الله من إنزاله لهذا الكتاب العظيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وحلقتنا لهذا اليوم للتعريف بكتابين مميزين من كتب التفسير المعاصرة التي تناسب عامة المسلمين وتجعل المسلم يفهم ويعيش مع القرآن حقا الكتاب الأول المشهور بالتفسير الميسر الذي أعده نخبة من العلماء بإشراف مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف وهذا الكتاب عظيم النفع لمن أراد أن يفهم مراد الآية بأسلوب سهل وميسر ومختصر وهو بعدد صفحات المصحف الشريف يأتي بالصفحة من القرآن الكريم وأمامها مباشرة التفسير المجمل لكل آية قرآنية فهو لا يفسر كل لفظة على حدة ولا يذكر أيضا أقوال المفسرين في معنى الآية وإنما تفسير مجمل للآية عموما وبأسلوب يفهمه عامة من يقرأ كتاب الله جل وعلا الكتاب الثاني كتاب قريب منه وهو المختصر في التفسير مع إضافات جليلة تعتبر مكملة للتفسير الميسر هذا الكتاب المختصر في التفسير أيضا من إعداد نخبة من العلماء بإشراف مركز تفسير للدراسات القرآنية ما الذي تميز به المختصر في التفسير عن التفسير الميسر هو نعم يأتي بالتفسير المجمل للآية لكن مع تمييز معاني غريبة الكلمات القرآنية يكون بلون مميز لون أحمر إضافة لذكر هدايات الآيات والفوائد من الآيات نهاية كل صفحة وقبل هذا كله يأتي في مقدمة السورة ببيان لمقصد السورة والمحور العام الذي تدور حوله هذه السورة كل هذا طبعا تقريب للمسلم ليفهم مراد الله جل وعلا من كلامه المنزل على خلقه والفهم لا شك أنه مفتاح للتدبر والعمل بهذا القرآن العظيم ولذا ما أجمل أن يكون للإنسان ورد يومي للنظر في مثل هذه الكتب الميسرة أو أن يكون لكل واحد مننا مصحف خاص يجاور آياته مثل هذا التفسير فكلما مرت عليه آية أو كلمة لم يفهم معناها نظر مباشرة بجوار هذه الآية وهكذا يكون قد جمع بين تلاوة الآيات وبين فهم هذه الآيات التي تلاها هذا والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد هي رفعة هي ألفة ومودة ومهارة فيها المكارم تنشر طوبى لمن كان الكتاب إمامه ترجمة نانسي قنقر